فرض ملف الإعلام التحريضي نفسه على اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات ساهمت في تأجيجها منصات إعلامية وتعالت الأصوات داخل الاجتماع بضرورة التصدي لوسائل إعلام تبث سموم التحريض وتستخدم أدوات الفتنة وتثير البلبلة وتعتمد على ما تمثله من جسر يربط المواطن بواقعه في منطقة تعاني من ضعف القدرات التعليمية التحريض على الفتنة والإرهاب يقتل أكثر مما تفعل الطائرات والصواريخ هذا ما جعل وزراء الإعلام العرب يخصصون جزءا كبيرا من اجتماعهم الدوري لمناقشة سبول نزعفتي للإعلام الداعم للتطرف في المنطقة وزراء الإعلام انتقدوا الإعلام القطري الذي يتصدر قائمة وسائل الإعلام المتهمة بالتحريض على الفتنة والإرهاب كانت مملكة البحرين وحتى هذه اللحظة من أكثر الدول المتضررة من ممارسات شبكة قنوات الجزيرة القطرية ومنصاتها الرغمية وغيرها من غنوات الفتنة المملوكة أو التابعة لإيران ضمن أجندات عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد الأخوة الإسلامية وحسن الجوار والغريب أن إعلام قطر الذي دأب على نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة بحسب الرأي الذي اجتمع عليه وزراء الإعلام العرب لا يتعرض لقطر أو مؤسساتها بأي ناقد عندما نتحدث والأخوان في قطر أنها للرأي والرأي الآخر لم نسمع أن هذه القناة توجهت بالنقد لأي وسيلة إعلامية في قطر أو أي قرار اتخذ من قطر وإنما هي قناة تطبيل لقطر وقناة هجوم على الآخرين بكل ما أوتيت من وسيلة علوة على ذلك فقد سوق الإعلام القطري لمن يتصدرون لوائح الإرهاب العالمية على أنهم أبطال ضرورة أن تتوقف وسائل الإعلام أيا كانت سواء كانت في قطر أو خارج قطر والتي تصضيف الإرهابيين من بلاد والظواهر وغيره وتروج لهم وتنشر فكرهم وتقدمهم لأبنائنا على أنهم أبطال وهم في الحقيقة مجرمون الإمارات التي كان لها نصيب من نيران الإعلام القطري وجهت خارجيتها رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن ترويج الجزيرة للفكر المتطرف الرسالة ذكرت أمثلة بشأن دور الجزيرة في الترويج للفكر المتطرف فقد وفرت الجزيرة منصة لكل من أسام بلادن زعيم تنظيم القاعدة وأبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة وعبد الحكيم بالحاج زعيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة رسالة الإماراتية أكدت أن حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للفكر المتطرف معنا الآن من عمان وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعيطة سيد معيطة مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار دعني أبدأ هذا الحوار المقتضب بما قاله اليوم سيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا المؤتمر مؤتمر وزراء الإعلام يقول بعض من الإعلام العربي وليس كله صار جزءا من الأزمة في المنطقة لقد أصبح هناك منصات لبث سموم التحريض وأدوات الفتنة وإثارة البلبلة مما أصاب العقل العربي بتشويش كبير إلى أي مدى برأيك سيد معيطة الإعلام أو بعض وسائل الإعلام اليوم تلعب دورا كبيرا في إثارة هذه القلاقل وتعزيز الفتنة وبث هذه الروح بين المواطنين في عالمنا العربي مساء الخير لحضرتك ولمشاهدين يعني شوف نحن متأخرين في العالم العربي في إدراك ما قال السيد أبو الغيط اليوم الحقيقة أننا في العالم العربي خلال فترة العشرين سنة الماضية هناك وسائل الإعلام تسللت إلى الواقع العربي بشكل سياسي طبعا ليس هناك إعلام دون توجيه سياسي لأن وسيلة الإعلام دائما هي واحدة من الأدرع للدول والتنظيمات بمعنى أن هناك عقل سياسي يوجه هذه وسيلة الإعلام لكن كان فيه استغلال شرس واستغلال أحيانا رديء لتوقي العرب لحرية الرأي لحرية التعبير لمناقشة القضايا الجدلية داخل المجتمعات والقضايا السياسية لحصول هذه الوسائل الإعلام على ما يسمى بالمصداقية على الانتشار وبالتالي امتلكت هذه القدرة على الحضور لدى المواطن العربي وعلى الاستماع وعلى المتابعة من قبل الناس وبالتالي بعد ذلك قامت بتنفيذ ما لديها من توجهات سياسية هذا هو الواقع طبعا لا نتحدث عن جهة واحدة نتحدث عن منظومة من الإعلام بأشكال مختلفة لكن اليوم بهذه اللحظة ربما لو كنا نحكي بهذا الكلام قبل عشر سنوات من اليوم أو خمس عشر سنة كان يمكن الحديث عن السيطرة أكثر لكن اليوم مع وجود منصات التواصل التي أصبحت واحدة أيضا تستغل من قبل الوسائل الإعلام هذه أصبح ربما الوضع أصعب بكثير وأصبح العمل لموضوع الفتنة لموضوع البث للتطرف لأنه أنت أحيانا ربما تبدو في بعض الحديث وكأنك تحارب التطرف والإرهاب لكنك عندما تسوقه تقدمه على شكل بطولة تقدمه بطريقة ما أنت عمليا بتعمله حالة جاذبة لجيل الشباب حالة جاذبة للفئات التي في فترة اعتقدت أن التيارات المتطرفة والإرهابية هي تمثل حالة الإنقاذ تمثل النموذج الإسلامي إلى آخر من هذه التوصيفات فأعتقد أنه الكلام الذي يحكي فيه الأسادة بالغض دقيق وصحيح لكن الإشكالي اليوم كم نستطيع أن نعيد ضبط الأمور كم نستطيع أن نعيد هذه الأدوات إلى حجمها الطبيعي بعدما استعملت المجتمع العربي استعملت قصة الحريات استعملت الربيع العربي خلال فترات الماضية حتى تحصل على مصداقية لدى الناس ثم استعملت هذه المصداقية والانتشار لغايات سياسية والتصورات ومعتقدات سياسية للدول وتنظيمات وجهات مختلفة اليوم الوضع صعب بالعالم العربي إعلاميا وفي مرض تمارسه وسائل الإعلام بدل أن تكون هي الأداء للحل والأداء لبث الأشياء الإيجابية بالمجتمع كما أشرت سيد معيطة قبل قليل كل الإعلام في عالمنا العربي يخضع لنفوذ إما الجهات المالكة أو الجهات الممولة أو الجهات التي تدعم بشكل من الأشكال ولكن هناك نمط من الإعلام يكاد يقتصر على منطقتنا العربية ربما أستطيع أن أصفه بالإعلام التحشيدي الإعلام الذي يحاول حجد الجماهير حجد الناس حول فكرة معينة يتحدث ويقول أنه يمثل نبض الشارع وكل هذه الأمور إلى أي مدى هذا النوع من الإعلام يلعب دورا سلبيا وخاصة في وقت الأزمات اليوم يعني الدور الحقيقة كبير وهذه بالمناسبة ليس من اليوم فقط أو من هذه الفترة فقط بجوز بهذه الفترة في الأدوات أصبحت أقوى لدى هذا الإعلام نحن بالعالم العربي بالمناسبة عبر أكثر من 50-60 عام كان فيه استعمال لقضيتين لقضية فلسطين من قبل الإعلام لتحشيد الناس يعني خلنا أقول لك الركوب على ظهر قضية فلسطين لغايات سياسية لأنظمة أو تنظيمات أو جهات الفترة الحالية أيضا إضافة للموضوع الفلسطيني في موضوع الحريات موضوع نصرة الشعوب موضوع نصرة الإسلام أحيانا وتقديم كل هذا صار في استغلال لهذه المسائل باتجاه أن تذهب إلى الناس وتقدم المضمون الرديء اليوم خلينا أقول لك بشكل أساسي هناك دول إعلامها أكبر من حجمها بمعنى أن الناس عرفت الإعلام ولم تعرف الدولة عرفت وسيلة الإعلام أكثر مما عرفت الدولة الحضور الذي امتلكت بعض الدول في عالم العربي كان ربما لوسيلة الإعلام أكثر مما هو للدولة زمان يعني كنذكر احنا بالخمسينات وقبله والستينات الناس كانت تعرف صوت العرب ربما تعرفها بشكل كبير أكثر ما تعرف بالتفاصيل السياسية للجمهورية المصرية في حينه لكن اليوم مع التقنيات مع المال المدفوع مع الكم الضخم من استغلال فلسطين الإسلام التدين الحريات الحرية السياسية مع الاستعمال كل هذه المسائل بعتقد أنه صار في نوع من القدرة على التأثير عن الناس وكان واضح بالربيع العربي أنا بعتقد أنه بالربيع العربي وسائل الإعلام التي أدت أدوار سياسية كانت تعد مسبقا مسبقا قبل ذلك بسنوات لهذه اللحظة يعني مش احنا بعقلية المؤامرة بالعالم العربي لكن ما فيش بيجي صدفة بالأشياء ودائما زي ما قلت لك ونالك عليك أن تبحث عن العقل السياسي لكل وسيلة إعلام تعمل بشكل واسع بالعالم العربي وبالعالم بالمطلق في الوقت المتبقي سيد معاطي اليوم يعني في عالم تجتاحه ظاهرة الإرهاب ما المطلوب من الإعلام بشكل عام للتصدي لهذه الظاهرة ولتوعية المواطن بهذه المخاطر باختصار لو سمعتك والله أشوف المهمة صعبة صعبة جدا لأنه اليوم الاعلام استعمال وسائل التواصل الاجتماعي جعل عندك ليست لا تتحدث عن 10 أو 15 أو 50 وسيلة إعلام اليوم مواطن واحد ممكن أن يشعل فتن في مجتمع باستعماله تويتر وفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل بأعتقد أنه بنرجع لأصل المسألة على الدول وعلى التنظيمات وعلى الجهات التي تحكم الإعلام وتملك الإعلام أن تقرر أن تعمل وفق منظومة أخلاقية ووفق منظومة المصالح وليس وفق منظومة الاستعمال للإعلام للالتجاهات السلبية إذا ما كان فيه مثل هذا التوجه بأعتقد أنه الإعلام الشرير بالعالم العربي بزداد دوره ويجد له منافذ كثيرة إلى المجتمع وإلى السوء وإلى التخريب والاستغلال الأزمات طبعا في وقت الأزمات لسه بوقد مدى أوسع بالتأثير السلبي وتحديدا على المجتمعات العربية والواقع العربية شكرا جزيلا لك معالي سيد سميح المعيطة وزير الإعلام الأردني السابق كان معنا من عمان